الولاد ما بيعمل طب يا سيدة الكل بقى تعالي هنبدأ بالمرأة طبعا عشان إيه اللي مش عاجبك إيه اللي يرضيك آه بالزبط كي إيه اللي مش عاجبك ودايما نبدأ بالمرأة لأنه ليه ladies first دايما بيقوله ده حقيقي ودايما وإحنا كمان طلباتنا مش كتير الحقيقة آه لا مش زيهم يعني لا لا آه ولذلك لأي الحاجات لما نيجي نقول لها طب إيه اللي بتحبهوش في الراجل أو إيه ما بتحبهوش في اللي مش عايزة يكون في خطيبك أو اللي مش عايزة يكون في جوزك جاوبة ولا قالت لو أنت عارف لو أنت مهتمك ده اللي جاوبه جاوب آه جاوبه جاوبه كويس بس أول مرة يقوله آه آه بس أنا فجأت بأول حاجة جات طبعا بستطلع بنجمع النتائج فبيبقى فيه نسب كبير أول حاجة طلعت قالت لك بخيل ودي ما كانتش بتطلع في الأمر انضحق آه بخل بقى ليلي لأن احنا بنتكلم في ناحية الاقتصادية وديك شايف الظروف واوة وإلى آخر فبادق ليها تأثير على الإيه لأ مش عايزة واحد بخيل البخيل بيبقى بخيل من كله آه طبعا في عواطفه في مشاعره في حياته طبعا آه ديني مرحا بس التفكير بتاع دلوقتي غير تفكير زمان زمان كانت البت تقولك إيه أو السيد تقولك إيه أنا عايزة راجل اشتري راجل آه لأ المهم يكون راجل بقيتش كلمة دي تتقالي عشان أم تقولك لا أنا أول حاجة بكره في أنه هو يكون بخيل تاني حاجة أنه يكون عدم تحمل مسئولية بتحملش مسئولية معه أنت الظروف اللي فيها دي لو أنت مش بتحمل مسئولية ويابا بروبلم يعني طبعا عندنا مشكلة كبيرة دي تاني حاجة ثالث حاجة كمان بقى الجديد برضو من اللي حاجاتك بتيجي ورا بقى تيجي قدام الخيانة محبش يكون عنده الخيانة طبعا انت عارف تأثيرات بقى السوشيال ميديا وإلى آخر فهمون الناس من كترة ما بتشوف بدأت آه بالزبط رابع حاجة جات أنا مش عايز الراجل يكون عنده عصب زيادة فاكر أنت عملنا حلقة راجل وعصب والستيط العنادية طالع هنا برضو الحمد لله فكل النتائج تبقى منطقية معه فمش عايزين أنا مش عايز راحل عصب زيادة هي ما تعصبوش بقى أهم حاجة ما هو حيرد كمان طالع أحد ثاني أنا مش عايز واحد ابن أمه بقى فيه أفكار غير زيادة هي عايزة واحد تفصيل آه لا آه مش عايزة واحد بص جديد كمان إيه عنده حب السيطرة آه لا شوفت أنت زي ما كانت حدي يقول كده ست ما كانت شوته للكلمة دي ما هو الراجل هو اللي بيسيطر ولا دلوقتي لا مش عايزة واحد عنده حب السيطرة كمان مش عايزة واحد يفضل يقارن ما بيني وبيني الستات التانية بس دي حندها حق فيها يعني ما يبدال شوفي فلانة وشوفي فلانة والآخر والرجال عندهم العيب ده برده بيتعمل يعني شوفوا احتفظ بالمعلومة نفسك بالضبط يا خسكت بقى آه يعني لم نفسك آه كمان عايزين يقول لك إن الله جميل ونيحبه آه فيه بيحب برده ما بيحبوش في الراجل بيشتك كتير بيش حاجة عجباه في البيت لا ده مش عارف إيه أنا عايز ده إيه أنا ده إيه أنت عايز إيه يعني كل شوية يشتكي يعني مم كمان دي اللي كان بتيجي في الأول بل تيجي في الآخر خالص بيقول لك إيه أنا ما بيحبش فيه إنه ما يبقى مش رومانسي الراجل ما بقاش رومانسي ليه ما بيعبرش عن مشاعره ليه مم فهو فضي عبر عن مشاعره وقال لحنا فيه ده في حد أنا بالتالي طبعا بس هو دعيف خطير إلا والله في ناس في ناس آه فيه طبعا بس هو الأغلبية بالظروف واوة إلى آخر والدنيا والاحتقان والاقتصاد والغلوف فما فيش وقت للمشاعر فبدأت السيطة تدائي على فكرة ما هي الحاجات دي بتعمل تأثير سربي في الآخر على البيت لأنه خلاص بقى بس ممكن حد يسمع الحاجات دي السيطس محمد ممكن يترجع ممكن يفكر إنه مبالغ فيها لا ولكن هي فرقة جدا مع الست يعني كلام جد بقى طبعا هي فرقة معا هذا خطير جدا إنت نفسيا وسيكولوجيا غيرها إلا إنت مش معدره هي معدره إحنا بنعمل كده ليه عشان مش عشان نقال الالتفاع نسبة الطلاق طبعا هو ده الغرض منه هو ده اللي بنتكلم فيه نصير طب تعالوا بقى للراجل بص الست قالت أدي أنا بس عايز الراجل اللي يسمع الطلبات دي من الست إحنا يمكن كنا بناخدها بشكل برضو لطيف خفيف ولكن هي بالنسبة لها كبيرة جدا ده كلام الناس وأساسي بالنسبة لها فمتاخدهاش بمحمل الزهار إن الست دي بتتكلم في حاجات هايفة لا هي بالنسبة لها مش هايفة بالمناسبة طبعا بتتكلم في حاجات بالنسبة لها ضرورية بتوشبع احتياجاتها النفسية والكلام ده جدي جدا آه مش هزاو دك